قصة الأنبياء هو تاريخ البشرية منذ أن خلق مولانا عز وجل الإنسان إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا رمضان سيبدأ إن شاء الله في سلسلة للتفكر مولانا تعالى صفت للبشرية الرسل تلو الرسل لفيهم الرسل وفيهم حتى الأنبياء وكي يبلغ العدد دي الأنبياء قيل والله أعلم 124 ألف نبي والرسل كتر من 800 ألف رسلا مبشرين ومنذرين فبدءا من آدم عليه السلام واللي هو أول إنسان لخلق مولانا واللي كان نبي وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله بمعنى أنه مولانا ما كيعدد بحتش حد حتى كي سبق ليه من مولانا خبر أو لا يأتيه من الله بينة وما كيعدد بحتش حد إلا بذن به فمن الأنبياء الرسل من قص الله عز وجل علينا قصة ديالو ومنهم لما قصش علينا الله عز وجل قصته فعليش هذه القصص بالذات ولمن تركز عليها حتى هذه القصص مهما سمعتها ومهما قريتها فركت تستفيد واحد الفوائد ليه كثيرة مولانا العلاد القصص أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وهذه القصص هي أعظم القصص اللي كان في القرآن واللي هي قصص الأنبياء إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فاش نقرأوا قصص الأنبياء في القرآن كان دوزوا على قصة آدم واش نوقع معاه وكيفاش خرج من جنة نقرأوا قصة نوح وكيفاش غرق مولانا عز وجل أهل الأرض كلهم قصة إبراهيم خليل الله واش نوقع له مع القوم ديالو واش نوقع ليونس في بطن الحوت كان قرأوا الخوارق اللي اعطاها مولانا النبي الله سليمان عليه السلام وما أوتي آل داود وكيفاش صبر سيدنا موسى على القوم ديالو وكيفاش عالجهم كيفاش نجاموا لنا عز وجل من فرعون والكيد ديالو واشنو هي الحوادث ديالو مع بني إسرائيل شو يرقي صنطع سيدنا عيسى عليه السلام اللي اختلفوا في هالناس وانقسموا إلى طوائف ثلاثة أنا متأكدة باللي أنكم ستغرمون بهذه السلسلة وغادي تعشقوا تفاصيل مولانا في خلقه وحتى في أرضه قصص الأنبياء عبرة لمن اعتبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هاد القصص هي عبرة وموعظة ورحمة للقوم يؤمنون اللي احنا في أمس الحاجة اليوم فأنا نسمعوها كأن التاريخ يعيد نفسه نسمعوها لأي هدف نسمعوها باش نقويوا الروح تجنب مولانا ونتعلموا منهم أنه وقت الضعف ديالنا نلتجأوا الأعظم سلاح في هاد الأرض اللي كانوا معتمدين عليه الأنبياء والرسل اللي نقبلنا واللي هو التوكل على الله وتصديق وحتى السليم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين هذه كانت غير البداية استعدوا معايا ونقل لكم يا الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم مرحبا بكم معايا هذه السنة في سلسلة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء إن شاء الله قبل ما قد ندخلوا في حلقة الليلة بغيتكم من فضلكم أنكم ما تنسونيش من تشجيعات دولكم بالضغط على زر الإعجاب وأنكم تبقوا حاضين معايا لأنه في آخر الحلقة غادي يكون واحد السؤال اللي هو فخ قبل ما غادي بدوا من فضلكم عرضوا لي على وليداتكم وعلى أحبابكم وآجوا وتستفدوا من هذه السلسلة الرائعة وما يخرج رمضان إن شاء الله تنكونوا في الجعبة ديالنا بزاف ديال المعلومات والروحانيات ديالنا يتنقوا مع بداية الخلق كيفاش خلق ملانة عز وجل الإنسان قال ملانة للملائكة من بعد ما خلق السماوات وخلق الأرض أول ما خلق الله عز وجل هو العرش من بعد القلم فقال له أكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب ما هو كائن إلى أن يشاء الله عز وجل فبدأ ملانة تعالى تقول القلم والقلم تكتب بما أمره الله فاجعل ملانة كل شيء في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من بعد خلق ملانة ما خلق من الملائكة ومن خلقه وخلق أيضا الجن قبل الإنس بألفين عام فإذا بهم في الأرض كيف سدوتيس في كديمة وهنا رب العالمين غدي صفت لهم الملائكة باش أنها تجليهم وتبعدهم إلى جزائر البحور بمعنى الجزر ومن بعد علموا لنا عز وجل الملائكة بللي أنه غدي يخلق واحد البشر وباللي أنه جاهل في الأرض خالفة واحد الخلق اللي غدي يخلف بعض البعض فإذا الملائكة بدت كتسول وكتستكشف وكتستفهم تقول يا رب علش كتخلق هاد الخلق باش يفسد في الأرض ويسفك الدماء كيف ما دارت لجين إن أردت العبادة يا رب فنحن العابدون نحن الطائعون حنا ما كنعصوش لك حتى شي أمر يا مولانا قال مولانا تعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون ما بغاش سبحانا أنه يكذبهم ولكن قال لهم فقط إني أعلم ما لا تعلمون بمعنى أنه الله عز وجل يعلم أنه من بني آدم من اللي غدي يخلق غيكونوا أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون والعابدون وحتى المتاقون غدي يوحي الله لملك من الملائكة أنه يجيب من الأرض واحد القبضة من تراب مش الملك وجاء من كل تراب الأرض وخدا شيئا وهكذا غدي يجيب بني آدم ولكن باللات نعطيكم تفاصيل كتر جاء منهم الأبيض منهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك منهم الخبيث أيضا منهم طيب ومنهم بين ذلك أيضا غدي يجمع مولانا هالتراب وغدي يصوره وجعله في أحسن تقويم وهذا الشي كان يوم الجمعة من بعد العصر قبل المغرب وبقى على هاد الحال تراب من بعد غدي تفزك بالماء حتى ولطين من بعد تشتد وتماسك ولطين والتغييرات الريحة دياله وله مسنون ثم بقى على هاد الحال حتى ولك الفخار وبقى على هاد الحال ما نفخش في مولانا الروح لمدة أربعين سنة الملائكة تخلعات خلق طول دياله ستين ذراع أجوا فيه يعني ما تشي حاجة ما فيه الدخل وبأحسن تقويم وأحسن صورة علش مولانا خلقه الملائكة تخلعات أما إبليس كان من الجن ولكن كان في الملكوت الأعلى على صفح مولانا عز وجل الله أعلم بهذا الأمر كان مبيل الملائكة ربما لعلو شأنهم ربما كان عابدا ربما كان عالما فرفعه للملكوت الأعلى كان من الجن ولكن مبيل الملائكة فهذا اللحظة إبليس شاف هاد الخلق اللي كان أجواف اللي كان فارغ من الدخل وبدال الحسد تيدخل في قلبه والكبر والغرور وهنا بدأ إبليس كيدخل في الجوف ديال الخلق وكيخرج من الضبر دياله ثم كيدرب على هادك الفخار وتيخرج له واحد صوت كالسلصال وهنا تيقول للملائكة ما تخافوش ما تخافوش فإن ربكم صامد وهذا أجواف وإذا تصلت عليه غادي نهلكو تيقول للملائكة ما تخافوش مولانا عز وجل غادي نفخ فيها الروح فهذاك المخلوق اللي اخلق وخر الملائكة له سجد كلهم بدون استثناء أما إبليس بقى بلاستو يا إبليس يا ذاك المسخوط راني كان أمرك بالسجود لا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرة من طين فإذا سويته ونافخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وهنا الروح تنفخت في من؟ فآدم عليه السلام بداية تاريخ البشرية بداية خلق آدم ثم الدرية ديالو وإذا الروح كتبدأ بآدم عليه السلام من الرأس ديالو فلموصلة للنف ديالو غادي يعطص عليه السلام وقالت الملائكة وهي كتشوف ومجتمع عليه شهو تيقع وشهو غادي يوقع قالت الملائكة يا آدم قولي الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله عز وجل آدم يرحمك ربك يرحمك ربك الله لما وصلت الروح اللي كانت مازال دبا في الرس فإذا بآدم عليه السلام كيشوف ثمار الجنة وكيشتهد ثمار ديولا دخلات الروح في الجوف ديالو وغادي تفوه وقبل ما غادي توصل هذا الروح اللي رجليه زربان إلى ثمار الجنة فبغي يقفز باش أنه يوصل لها ثمار الجنة ليتشههاها خلق الإنسان من عجل آدم عليه السلام أبونا آدم أبو البشر كان عجلان بمعنى زربان بغي يسبق الثمار الجنة باش يأكل منها فلما نفخ فيهم لنا الروح قال الله عز وجل يا آدم سير عند هؤلاء النفر أي إلى الملائكة وقول لهم السلام عليكم وشوف شنو غادي يقولون مشا آدم الوحد للخلق اللي هو عظيم لهم الملائكة وقد خلقت الملائكة من نور أما الجن تخلقهم من نار أما آدم فقد خلق من ديكش اللي وصفت لكم قبلها من تراب ثم من طين مشا آدم عليه سلام للملائكة وقال لهم السلام عليكم قالت له الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهنا بدأت الملائكة كاتتونس به وكاتتطلق مع هاد المخلوق الجديد اللي تخلعت منه في الأول ودبا كيسلم عليها وهنا قاتله الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زادته بسلام والدعاء فقال الله عز وجل يا آدم هذي هي التحية ديلك والتحية ديال الدرية ديالك اللي جاية من بعدك فجل الله عز وجل بآدم ومسح على ظهره فإذا بالدرية دياله كل هكا تسقط من ظهر آية كل درية ديال آدم عليه السلام من آدم إلى أن تقوم الساعة تخيلوا معايا كم عدد الدرية فإذا بآدم كيشوف فيهم تقولين مولانا عز وجل هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي من بعد خطب الله عز وجل ذرية آدم قال لهم ألست بربكم وهنا بدت الفترة ما تقولش يا عبد الله لا أعلم أين ربي ومن ربي هيتش قالت الدرية كلها من قبل بلي شاهدنا يا رب شاهدنا أنك خالقنا كلنا شاهدنا بهذا الأمر وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فإذا بالدرية كلها لي الدرية للآدم وإحنا منها شاهدنا في الأزل بلي أن الله عز وجل بجلاله وكرمه وقدره أنه هو ربنا وخالقنا وما عندي حتى شيء إنسان شيء عذر أنه يقول لا أعلم بلي أن الله عز وجل هو خالقي وهنا أمرهم مولانا بالسجود لما شفت الملائكة اللي شفت آدم نفخد فيها الروح وبدأ يتحرك إلا في هذه اللحظة أنه الملائكة غد يستجبوا الأمر مولانا أنهم سيخرون سجدة مش عبادة لهذا المخلوق لي وسيدنا آدم لا ولكن تكريما وتشريفا لهذا المخلوق العظيم فسجد الملائكة وكلهم جمعون وما بين الملائكة إذ بواحد المخلوق ليهو غريب ما بينهم ما سجد وبقى واقف شكون هذا اللي كيتشر على مولانا شكون هذا اللي كيتكبر على أمر الله عز وجل راكم عارفين شكون إبليس عليه لعنات الله حيث هو ماشي من الملائكة ولكن من الجن من واحد المادة اللي يخبيتها وصار طبع دياله خبيث فإذا به كيتكبر وإذا به كيتجبر وإذا به كيحسد الملائكة اللي هي أعظم منه خلقا وأعظم منه قدرة ومع هذا سجدات طاعة لله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين غد يسول مولانا وهو أعلم بطبيعة الحال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين علش ما سجدتيش قال لم أكن لأسجد لبشر ماشي أنا اللي نسجد لبشر أنا أعظم وأنا أعلى وأنا أكبر أن أسجد لبشر لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون شفتوا الكبر كيف اشترجموا له وهنا غدي تكون أول معصية عصية أول معصية عصية الله عز وجل بها في السماء واللي هي الكبر اللي تكبر به إبليس غدي يرد أمر الله عز وجل ذك شباش الجنة ما كيدخلش لها راجل في قلبه مثقال وذرة من كبر حيزاش المتكبرين جزاؤهم جهنم والعياذ بالله هنا مولانا قال الإبليس قال فخرج منها فإنك رجيم غدي يخرجوا مولانا من هذه الملكوت الأعلى خرجوا من الجنة خرجوا مولانا عز وجل من تكريم ومن تشريف حيزاش ما كيستحقش المتكبر أنه يبقى في هذا المكان قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بأمر واحد رجع إبليس وتطرد من الرحمة دي المولانا لعنا بأمر الله عز وجل وآدم عليه السلام ما كانش إنسان لي هو جاهل كيف ما يوصفوه الناس في هذا الزمان كيف تيقولوه لأنه الإنسان خلق جاهلا وبدك يتعلم شيئا فشيئا والإنسان الأول كيف ما تيقولو عليه ما كيعرفش شي حاجة من الدنيا ما كيعرفش التخاطب ولا التفاهم ولا كيفش يلاكل ولا حتى كيفش يلبس لا شي كله خطأ أو لا كانوا الناس عرات أول ما خلقوا من بعد ذلك يتطوروا وكيتعلموا شوية بشوية لا ماشي بالصح هاد الناس اللي تيقولوا هاد الكلام لو كان قروا الشرع دي المولانا وأمنوا به لعلموا أن آدم عليه السلام كان عالما وكان يعلم أمور لما كاشكت عرف حتى الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وتيقول البنو كثير رحم الله علم الله عز وجل آدم الأسماء الدوات والأفعال كبيرها ومصغرها وأسماء كل شيء بل إن آدم عليه السلام كان تيلبس اللباس وما كانش كيف ما توصفوه الناس ولا نعلموا كل شيء بخامت باعين معين حلقة باش تفهمو كيفاش أما ذوك الناس البدائيين اللي كنسمعوا بهم وليتلقوا في بعض البلاد وفي بعض بقاع الأرض وهما بتعدوا ونفصلوا على البشرية ويعاشوا في بعض البوادي أو لبعض الغابات أو لبعض الصحاري أو لبعض الأماكن ونسوا وجهلوا بزاف دي الأمور أما أصل البشري فهو سيدنا آدم عليه السلام فقد كان عالما هذه معلومة خصنا نحتفظ بها في دماغنا باش نهار يدروا معنا بذوك الجوالة بدل الأمر اللاسي دي هاتش اللي كتقول را خاطأ هاجي نرجعوا لإبليس اللاعين لما تطرد والتمنع من الملكوت الأعلى هنا غدي تزاد الحقد في قلبه وغدي تزاد فيه الغرور والكبر وانت شرحت هو في قلبه فإذا بإبليس عليه لعنة الله تيقول لله عز وجل شوفوا شنو طلب ماشي المغفرة أو لا العفو أو لا الصفح اللق إبليس بغى حاجة أخرى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون بمعنى يا ربي أخرني ما تقتلنيش دابة وما تزهقش لي نفسي دابة يا ربي راني بغيت نقلس إلى يوم البعث ماشي النفخة الأولى ولكن النفخة الثانية شفتوا خبيت اللي مخرج نص دي الأمة على الملة كي أمن بالبعث وكي أمن بيوم القيامة وكي أمن بمولانا وحتى بالجنة وحتى بالنار ومع هذا تكبر على مولانا عز وجل وصار ملعونا كافرا مولانا قال ووسج بهذا اللعين قال إنك من المنظرين غدا نأخرك ولكن شو بغيت يا إبليس بغيت تستغفر بغيت تبقى سجد لله ربما يتوب عليك قال فبما أخويتني وعيلي مولانا بالجلال دياله والعظمة دياله هو لغوك إبليس أنت الذي غويت أنت هو السبب ولكن الخبيث دي ما كينسب الغواية دياله لله عز وجل ما بغاش ينسبها نفسه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم كي اعترف باللي أنه صراط الله عز وجل راه مستقيم وكي اعترف بكل شي ومع هذا كيتكبر عليش بغيت تقعد لهم في الصراط ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اردوا البال من بين أيديهم أمامهم خلفهم أيمانهم وعن شمائلهم شو اللي بقى بقى من فوقهم عليش ما قال هاش حيث تعرف باللي أنه مولانا من فوقهم وأيضا تخاف من مولانا ولكنه الكبر شفتوا الكبر شنو كيقدرت كيصنع فملاه مولانا جوا بإبليس وقال ليه أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين سير يا إبليس دير اللي بغيتي انتوا الأتباع ديالك والحزب ديالك كلكم في جهنم شو سوك كيف تشتير لنا شو سيدي للناس كيزين لهم المعاصي كيزين لهم الأعمال وكيخوف الناس من الجهاد وكيخوف الناس من الفقر وكيخوف الناس من شلح ويش إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كيجي للبشر بالوسواس وكيوسوس لهم وكيحبب لهم المعاصي وكيكره لهم الطاعات وكيضحك لهم وكيزين لهم الشهوات وكيلبس عليهم الشبهات أقول لنا عز وجل تقول له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الأموال والأولاد والخيل هما الفرسان والرجل هما المشات اللي كيمشيوا زعمه كأن إبليس الله معاه جيش من المشات من الرقبان جيش كامل أما أدم عليه السلام مولا نسكن الجنة أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فبدأ أدم كيتلدد بأنهار الجنة وبالثمار ديلها والضلال ديلها وكل ما اشتهت نفس ديله غالي يلقاه في الجنة واحد نهار من نهارات أدم عليه السلام حسب اللي أنه في الجنة ممعاش أنيس ولا احتجاليس حيث هذه الطبيعة دي الإنسان إذا كان في أي مكان لوجه الأرض ولو كنت يسكن القصور أو لكي قلس على أفضل الآثات بل لو كان في جنة كيتتعدب إذا كان بوحده لإنسان اجتماعي بالطبيعة ديانو كيحب السحبة والمجالسة ويتلقى بالناس فسيدنا آدم عليه السلام هاتش اللي وقع له وهنا غدي ناس فاشفق غدي يلقاه دارسو واحد المرأة ليها قلسة اللي خلقها مولانا عز وجل من ضلع سولها آدم قال لها شكنتي قلت لها نمرأ جاتوا في شكل هذه الكلمة دي النمرأة علما أنه آدم عليه السلام علموا مولانا كل شيء فقال لها وليما خلقتي علاش خلقت مولانا عز وجل قلت لي لتسكن إلي وهنا الملائكة فاش بغت تختبر سيدنا آدم عليه السلام قلت لي يا آدم ما اسمها بغت تشوف واش بالصح هو يعلم الأسماء كلها قلت لي يا آدم شنو اسمت هذه المرأة قال لها إنها حواء قلت لها الملائكة علاش كانت حواء يا آدم قال لهم لأنها خلقت من شيء حي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قاع البشرية وقاع سكر الأرض من أبناء آدم وحواء عليهم السلام وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين المهم سيدنا آدم جاه أمر بللي كل شيء يا آدم حلال وكل شيء في الجنة مباح إلا هاد الشجرة ما تقربوش لها ما قالش لمولانا ما تكلوش منها لا لا تقرب هذه الشجرة فقط القرب إياكم والقرب لأنه الإنسان إذا غير هو اقترب من المعصية غدا يطح فيها ذاك شي باش قال مولانا ولا تقربوا الزنا قال لهم مولانا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمين أيضا مولانا عز وجل نبه آدم عليه السلام وحواء من شر إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فإذا بآدم كيت نعمه وحواء في الجنة عرضها السماوات والأرض آدم في أحسن صورة كيلبس أجمل لباس وكيتمتعه بثمر الجنة ولكن الشيطان خبيث مبقى كيتربس بهم ما بغاهم يتنعموا بذيك الجنة فبدأت يوسوس الآدم عليه السلام وقال يا آدم واش بغتي أنك تخلط في الجنة قال نعم والإنسان بطبيعته كيحب الخلود كيحب بأنه يبقى خالدا مخلدا في النعيم قال ليه واش ندلك على الشجرات الخلد مبغتي الشجرة اللي بسببها تكون خالدا في الجنة ويكون عندك واحد الملك لا يبلى ولا يفنى أبدا فوسوس لهم الشيطان ولكم أن تتصوروا شحل من يوم وشحل من شهر وشحل من سنة إبليس سبعهم كيوسوس الآدم وحواء وهم كيتبعد عليه فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما شوفوا شنو قال لهم وقال ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين آدم عليه السلام وحواء ما تيقوش لأنه كداب وعدو لنا حتى الجنهار ليبدأ في إبليس كيقسم برب العزة أنه لهما من ناصحين وقاسامهما إني لكما لمن الناصحين ما ظنش آدم عليه السلام أن مخلوقا من المخلوقات يمكن لي أنه يتشرأ ويقسم بمولان عز وجل وهو كاذب حيث مستحيل أنه يقسم واحد من المخلوقات بالله العلي العظيم كاذبا داك شي باش تستغل إبليس هذه الفرصة فإذا به كيقسم وكيحلف بلي أنه صادق وقاسامهما إني لكما من الناصحين غادي دلهم بالغرور وغادي يمشيوا للا ما غاديش نمشيوا لهم غاديش نناكلوا منها ولكن غادي تقربوا منها وإبليس بدا كيوسوس لهم وكيزيل لهم وكيقربهم إذا به حواء غادي تاكل هي اللولة من بعد آدم وغادي يكنهم الشجرة فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة ببدت لهما سوآتهما فإذا بآدم كيشوف حواء وحواء كتشوف آدم والحياة أخدهم وما تنسوش أنه الإنسان سبحان الله مفطور على الحياة مجبور عليه وإذا بآدم كينزع الأوراق دي الأشجار وكيستر العورة دياله ونفس الحاجة مع حواء غادي يجري آدم عليه السلام باش يتخبه بغا يختفي يتخبه من عين الله عز وجل فلما ذاق الشجرة تبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة إذا بآدم عليه السلام بدك يجري كيركض وتيقطع في أوراق الأشجار وكيستر العورة دياله وإذا بالأشجار كتتعلق برجله والأخصان كتشد برجله ووتيحيده وكيهرب فنداه الله عز وجل قال يا آدم أفرار مني يا آدم كتهرب مني يا آدم فيقول آدم عليه السلام لا يا رب لا يا رب ولكني استحيت منك يا سيدي ونداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين ألم أخبرك يا آدم ألم أقول لك يا حواء بلي أنه الشيطان لكم عدو ما اضنوش بلي أنه الشيطان كينسحكم وبلي هو صدق معكم أبدا إنه العدو الأول والأخير غادي يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إذا بآدم عليه السلام غير ذاتي يبكي غير جبريل عليه السلام وغد يحيد من على رأسه التاج ويجي ميكائل فينزع الإكليل من جبينه وغد يضن آدم عليه السلام بلي أنه قد عوجل بالعقوبة وبترسه وبتتي يبكي وتيقول العفو العفو يا ربي ألم تخلقني بيديك قال لهم لنا عز وجل بلا يا ربي ألم تنفخ فيه من روحك بلا قال آدم وعطستك فقلت يرحمك الله وسبقات الرحمة ديالك العذاب ديالك قال لهم لنا عز وجل بلا فقال آدم ألم تكتب علي نعم لهذا قال الله عز وجل بلا قال لي آدم عليه السلام ربي إذا أنا تبت وش هتيرجعني للجنة قال لي مولانا عز وجل نعم يا آدم فبالله عز وجل على آدم وعلى حواء عارت علاش حيش آدم عليه السلام من دم واعترف بالذنب دياله واستغفر الله عز وجل وأناب إلى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين غادي اعترف بالذنب دياله مولانا اغفر لمن استغفر له وتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتاد مولانا كيتوب عليه ولكن أكيد للمعصي ضرر آدم عليه السلام غادي يبطم لنا عز وجل هو وحواء وإبليس من الجنة إلى الأرض وهنا غادي تفضح واحد مرحلة لي واحد اخرى هنا غادي تكون بداية الشقاء الا لمن اطاع الله الا من عبد الله عز وجل غادي تكون له الساعدة في الاثنية واحدة في الاخرة غادي يهبطب ثلاثة بهم في يوم الجمعة اليوم الذي خلق فيه ادم عليه السلام واليوم الذي اهبط فيه من الجنة واليوم الذي تقوم فيه الساعة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكن في الارض مستقر ومتاع لحين وقيل بلي انه وادم عليه السلام غادي نزل في الهند والله اعلم وان حواء نزلت في مكة وانهم تعرفوا في عرفات والله اعلم بهالتفاصيل المهم والاساسي هو انه نزل للدنيا هو حواء وبدأت كتكاثر بدور رياضي لهم فقد كان ادم كيزوج ذكر كل بطن بانثى بطن الاخرى وكانت حواء كتولد في كل بطن ذكر وانثى وبدو هالثلاثة في الارض ليبدأ الصراع ادم وحواء غادي نزل لنا عليهم واحد الرسالة ودين وحي وذكر وشرع اللي غادي عبدو بهم لنا عز وجل فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى يا ادم انتو حواء اللي غايت تولد من الدرية ديلكم لابد انهم يطيعوا الشرع ان تعمل لنا عز وجل ويتبعوا الشرع انت على الله اما اللي كيعرض عليه فان له معيشة ضنكة وهنا بدأت تكاثر الدرية وخرجوا منها رجالا كثيرا والنساء حتى جاليوم اللي غادي تولد لادم عليه السلام واحد الابل اللي اسماه قابيل من بطن واحد اخر اللي اسماه هابيل وابغى هابيل انه يتزوج اخت قابيل اللي هي من نفس البطن فاعترض قابيل وبغى يتزوج اخته من نفس البطن وهذا الامر اكيد لا يجوز يا قابيل لما بغى انه يتزوجها منحه قابيل سيدنا ادم عليه السلام بدأ ينصحهم وقال لي هم عارسوا شنو غادي تديرو باش لقاو حل هاتشي غادي تقربوا قربانا واللي غادي تتقبل منه هاد القربان غادي تزوج بهذا الفتاة ليه في الاصل اختهم فاذا بهابيل كان صاحبه غنم غادي يقدم احسن ما عنده الله عز وجل اما قابيل كان وحد كان زراعا لي هو كبير ما غادي يقدم الا الاسوأ من انواع الزراعة تديرو وهنا غادي تجي واحد النار من السماء واخدات قربان هابيل وما اخداتش قربان قابيل وغادي تزاد الحق ديالو وبدأ كي يسير في الحسد وكي يكون لي قلبوه تماما كيف موقع مع ايبليس مثل واحد النار كان غير وهابيل في واحد الخلوة وغادي ياخد واحد صخرالية كبيرة وبها يقتل بها هابيل لان بسط الي يدك لتقتلني ما انا ببسطني يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار فاذا بقابيل ما تسنتش بعض النصيحة ارفع الصخرة اردخاء على راسخوه وطح على الارض فاذا به ما كيتحركش وما كيدويش وهنا متابيل لأول مرة غادي يشوف قابيل رجلا ميتا على الارض شكون هو خوها بيل شو غادي يدير ليه ما عارش كيفاش يخبيل جوتة ديالو ما عارش وشي قطعه وشي حرقه وشي يدير ليها هنا مولانا غادي يصفت له واحد الطير غراب لي كان كيت ترع مع غراب واحد اخر واحد غادي يقتل الاخر سبحان الله جاء الغراب واحفر برجلاته الارض وغادي يحطفي الغراب الميت وردم ذاك الحفر ودفنها فاذا بقابيل غادي يفهم الدرس وغادي يدير نفس المشهد اللي شاف ودفن قابيل اخوه هابيل ولكنه كما يقال رهندم واشتاب ولا ما تابش الله اعلم هنا غادي تكاثر الدرية ديال ادم وكان من اولاد ادم عليه السلام شيت ليعطى الواصية من بعده وبقى ادم كيف تقوله كيعيش في الارض الف عام وشاف من الدرية ديالو الكثير من بنائه وابنائه حتى جاء اليوم اللي غادي يبدأ كيحتضر في سيدنا ادم عليه السلام اذا به قربات الوفاة ديالو وتشها من ثمار الجنة وبدو كيطلبوا منو ها التمر ديال الجنة وسقبلتهم الملائكة وآدم كان كيحتضر فقالت لهم فين غاديين قالوا اللي ره بغينا نجيبوا غير بالثمار لابينا قالت لهم الملائكة ارجعوا ارجعوا وكان عند الملائكة الاكفان والحنوط قالت ارجعوا فقضى ابوكم اول البشر اول الانبياء اول من خلق وكان في الجنة غادي يقبضوا الروح ديالو غادي يغسله غادي يكفنه غادي حنطوه وغادي يحفروا ليه دخلوا القبر حطوه فيه وصلت عليه الملائكة وقالوا يا بني ادم هذه سنتكم هذه طريقتكم مات ادم ابو الانبياء وابو البشر واول انسان خلقوا مولانا عز وجل بيديه شو كون هو النبي اللي جان بعد ادم عليه السلام شو داروا الناس من بعد ادم واش كانوا على التوحيد وبزاف ديال اسئلة هذا الشي اللي غادي يكون موضوح حلقتنا المقبلة اللي غادي تكون بعد غدا ان شاء الله اما سؤال حلقتنا الليلة اللي واعتكم به في اللول باش نعرفكم باللي انا كم استفتسوا ورقزوا معي في هذه الحلقة شنو هو السبب الرئيسي اللي خلق ايبليس انه ما يمتتلش الامر مولانا ويسجد بحلو بحل الملائكة لسيدنا ادم والجواب رف كلمة بسيطة تقبل الله سيامكم تلاقوا غضاف هذه حكاية ان شاء الله مع نفس التوقيت نفس القناة لا تبقاوش تجيبوا بوحدكم و تجيبوا معكم حبابكم شاركوا هاد السيسيلا مع الاقرب اليكم ضمسوا في رعاية الله وحفظه سلام سلام